موسيقى الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الأنبياء إلى البشرية لإيقاظ البشرية لهداية الناس حدد لهم أهداف أهداف واضحة أهداف ثابتة أهداف راسخة ومحددة ما قال للنبي اذهب وعمل كل شيء بل أمره أن يعمل شيئا واحدا في وقت واحد فإذا انتهى من هذا الشيء إذا انتهى من هذه المرحلة لذلك الأنبياء قسموا أعمالهم إلى مراحل متعددة وليس مرحلة واحدة مثلا خذ خذ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي كانت له مرحلتان وخطتان ومنهجان منهج في مكة المكرمة ومنهج مختلف في المدينة المنورة في الفترة المكية كان منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيقاظ الناس بث الوعي عند الناس تعريف الناس بالله تعالى قلوا لا إله إلا الله تفلحه ركز على هذا الشيء ركز على مسألة إيقاظ الناس بث الوعي عند الناس المعرفة عند الناس تعريف الناس بالله تعالى إرشاد الناس إلى الله تعالى إلى مسألة التوحيد فركز على هذا الأمر ولم يؤسس مثلا دولة أو مجتمعا في مكة المكرمة كان يريد أولا المرحلة الأولى أن يركز على هدف واحد عنده هدف الناس مشركون أشركوا بالله بعيدون عن الله تعالى أراد رسول الله أن يعرفهم على الله فبدأ بمسألة التوحيد وركز عليها حتى أثمرت إلى حد ما صحيح لم تدخل قريش في دين الله أفواجا في المرحلة المكية لكن استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استطاع أن يتقدم خطوات إلى الأمام استطاع أن يكتسب بعض القلوب القلوب المؤمنة والخيرة التي آمنت به ووقفت معه في المرحلة المكية ثم بعد ذلك ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وهناك كان هدفه أيضا هدفا آخر وهو تأسيس المجتمع الإسلامي تأسيس الدولة الإسلامية فركر رسول الله على ذلك منذ أول يوم وطأت قدماه الشريفتان أرض يثرب والمدينة المنورة عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وضع على وضع لبنات الأساسية والبنى التحتية للمجتمع الإسلامي في المدينة المنورة فمثلا أول شيء عمله رسول الله على بناء المجتمع في طريق بناء المجتمع أنه آخر آخر بين المسلمين آخر بين المهاجرين والأنصار ثم بعد ذلك بنى رسول الله مسجده وهو مقر التعليم مقر الثقافة مقر السياسة مقر القيادة العسكرية القيادة المركزية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجده في المدينة المنورة عمل على تأسيس هذا المسجد ولم يشتت جهوده صلى الله عليه وآله وسلم في أمور متناقضة في أمور مختلفة ركز على جهد واحد حتى وصل إلى نتيجة عندما حقق هذا الجهد انتقل إلى شيء آخر الآن نحن في حياتنا كثيرون يبدأون بأعمال يبدأون بمشاريع لكن جهودهم مشتتة مبعثرة تراه مثلا يبدأ في العمل بمشروع لكن لا يركز عليه لا يركز جهوده عليه وقبل أن يتم هذا المشروع ينتقل إلى مشروع آخر إلى مشروع ثالث إلى خطة رابعة إلى شيء خامس ثم تأتي في نهاية المطاف تراه ما أفلح لا في المشروع الأول ولا الثاني ولا أنجز شيئا كلها أشياء بقيت على النصف بقيت غير كاملة وهذا الشيء يعود إلى تشتت الجهود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر